ضمان الأمن الغذائي يمر بالضرورة عبر مكننة الفلاحة المؤسسة الوطنية لصناعة العتاد الفلاحي بسيدب العباس تسعى لتلبية الطلب الداخلي المتزايد على العتاد الفلاحي المنتوجات التي نقوم بها نطورها بمراعاة وبضمان نسبة إدماج مهمة فمثلاً لو نأخذ آلات البدر والبدر المؤسسة وصلت إلى نسبة إدماج ستين بالمئة فيما يخص منتوجات مثلاً كآلة الضغطة نوصلنا نسبة إدماج خمسة وسبعين بالمئة وهذه نسبة جداً معتبارة وهذه تقلص من تكلفة وخروج الدو فيز على الدرانجي التحكم في وسائل وطرق الإنتاج يمر بالضرورة عبر نقل التكنولوجيا من خلال الشراكات مع الأجانب وهو ما يحقق نتائج ملموسة مع الشركاء البرتغاليين والفنلنديين نوضع على مستوى السوق المحلية ما يقارب من 800 ألاء سنوياً مختلفة الأنواع وبدأنا بتقريباً بـ 20 نوع والآن نحن في تقريباً في 30 نوع بتكنولوجيا حديثة قدرة الإنتاجية كما تلك سيئة ألف حصادة في السنة وبمعدل إدماج 70% في أواخر 22% ونطمحه للوصول إلى 73% أواخر 2023 تقليص فاتورة استيراد وسائل الإنتاج والاستغلال في هذا النوع من الصناعة سيعود بالفائدة على الخزينة العمومية وعلى القطاع الفلاحي بشكل أساسي ترجمة نانسي قنقر